اهلا بحضراتكم في الفقرة الاخيرة من المجري وهو العنوان انت مين شريف لو تلك انت مين اسمك ايه موجود في البطاقة ساكن فين قصرتك ايه بتاكل ايه بتشرب ايه بتسمع ايه انت مين انا شريف حمد عبد المنعم كنت لعب الناد الاهلي وحاليا محلل في قناة الناد الاهلي كويس ساكن في التجمع اصرتي انا وامراتي وبنتي نعم اه باكن ملوخية كتير اوي لا لا تعال واحدة بس عرفنا بس بالاسرة كده لأول قلنا الاسرة المدام مين وبنتك الجميلة مين والكلام ده كل اه انا امراتي الدكتورة شريفين بخاوي ايوا اه بنتي نور ربنا خليها لك يا رب خمس سنين اه احلى حاجة حصلت في حياتي ربنا يسعدك بيها حصلت متأخر انما طعم تاني كله بقوانه خليتلي الحياة حاجة تانية خالص كويس الاكل بقو الشرب لا دي واحدة هوايتك ايه غير كورة القدم هوايتي غير ان انا خلاص يعني اللي هوايت بالنسبة لنا بقت ايوا انت بتعمليه غير بتفرج على ما تشد تفرج على افلام انت هوايتك ايه بتعمليه بقوانه هل بتسافر كتير نعم انا انا من الشخصيات اللي بتفرج على كورة على طول اه جميل هوايتي في السنة بس ما الكورونا تعدي بيها سافر مرتين ثلاثة حلو السفر ده مهمة اوه بالنسبة لي بيغير مودي وبيخليني بشكل تاني يعني بيالعب كورة لحد الوقت كويس منتظم يعني منتظم حد وثلاثة وخميس فريق الشمس بتحب اللمة بحب الاصدقاء يعني بتحب اللمة بتحب العزلة عند النوم بس عند النوم ايه اتفرج على تلفزيوني ما يتفلش نومك بتنم متأخر ولا بدري متقطع ومتأخر وبدري كل وقت اه معظم وقتك اليومي بتقضيت ازاي بيبقى من بعد الفجر الحمد لله الحمد لله بتجي لي كده حاجة اطلع اصحى فيها اصلي الفجر او افضل صهران لغاية ما اصلي الفجر واصبح على صحابي وكلام من ده ربنا ادهم عليك وبخش بعد كده لمقابلة المواعيد اللي عندي لو فيه ارتباطات في اي حاجة بتحب تتفرج على الافلام اللي ابيض واسود بصفتك بقى فنان ما بنامش اللي على الابيض واسود دول فريد كل الناس الجميلة ديت طبعا ام كلسوم سيدة الغناء العربي ايه الاغنية اللي انت بتسمحها بترجعك للزمن الجميل اي حاجة بتقولها لا بش اي حاجة استانى بس هقولك اي حاجة بتقولها ما كناش بنفهمها وحنا عائل صغيرة بنفهمها دلوقتي toys فيول قد ايه الجمال اللي هي اا كانت بتغنية دار ايه 900 ايه انا مكون حاجة غريم ما كانش وفي شغنية معانا بتسمحها بترجعك كلها غنية والله يعني اا اللي السا فاكر حب كله لسا فاكر هل اللي تليمي لالي الامر لسا فاكر ليل تلعيد هل اتلاقي الامر دي من ايام كنتو انت من ايام عنطارة لو انت الوقتي قاعد بحب اصالة جدا طيب ما انا بسألك بتقولي ما انا بقولك تسألتش ديولاي تقولي زمان الكلاسيكات طب انا بقولك انا بقولك انا بقولك اصالة كمانجة بتغني كمانجة قاعد اسمع صوتها كلا وردة وردة لاي الحمها طبعا اصالة انا بالنسبالي فن فوق العادة يعني ما زلت بتحب الاغاني بتسمع الاغاني طيب انت من هو للسوشيل ميديا لا خالص خالص اسمع ان انا قلته قال وتقال ومش عارف ايه ما مدش دي عليهم طب اي رأيك في السوشيل ميديا الفترة دي اللي بتتكلمه وبيقوله احيانا ابش احيانا السوشيل ميديا هالي بتتحكم في على في اتحاد الكورة بتحكم في الوسط الرياضي انا ده اللي بتتكلم عليه بالنسبة الوسط بتاعها ما عربش في الاوسط التانية ايه هل انت مقتنع بالسوشيل ميديا ديت ولا ضرت ولا افادت لا 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 دي ضرر امرها مش اكرس في حد يعني عمر ما شفت حد حاجة بتطلع لي كده على التليفون وانا بتفرج بيشيدوا بحد يا فضيحة يا قضية يا واحد عامل مشكلة يا واحد اي حاجة فيها تجريم للشخصيات العامة طب انت شاب اللي هي تأثير على الوسط الرياضي انا طبعا بنسبة 30% 30% ده انت طيب قوي ده بنسبة 600% لا انا مش عائل وتجنبت الحتة دي مش هروح في حتة كويس انت اكيل ساعات بتحب الاكل بس انا بحب الاكل انا بعمل الاكل ما انا لسه جايلك الاكلة اللي انت بتحبها وبتدمنها تدمن الاكلة دي وانا بد من حيطة الاحمل مشوية وشوية مكارون اوه ده خلنا بقى هيقولي بقى عشان الريجي وش الريجي عشان انا اللي بعمله والاسكالوب دي واحدة دي واحدة والمكارون اسمعني ما بتحبش الملوخية البامية انا قلتلك الملوخية دي رب فين من انت ما تبقى دي اواضي دي احنا انا لازم ما سيبك دواتي روح اكو الملوخية اتنين واضن القطة كده بعدين ابقى شوهم حاكوا ليه اه انا بقى تشش انا اقول لك انا حاجة انا من النوع ساعات كده اتجيني الملكة وكان عند صديق الله يا رحمه اسمه وشان ملحي علمني ازاي تطبخ كل ما روح لأكلني مكارونة ريحتها تحفة اه يا عم بتعمل حكاية دي ازاي قال لي يا عم شريف هي قصة غريبة او صغننة كده التومة تفرمها ترميها في حدة زبدة اه اقط عليها شوية صالصة او مكارونة فريش وتقلب اللي انت عايزه جواها امم ونقطتين خلي كده في الاخر وانت بعد كده عندك الجبن المبشور احطها على المكارونة فبالنسبالي بتحب المطبخ انت طبعا بالنسبالي خلاني اخش المطبخ ايه اللي ايه اللي اكلة ممكن تطبقينها غير المكارونة والكلام ده في المطبخ طبخة انت بتطبخها كويس اه بعمل اللحمة كويس اول بعملها بسوس ابياتسوس هل بتعملها طب وصفة مطبخ شريف اللحمة تعملها ايه تش تش نفاش عليها يا حل خالص نجيب لحمة كده من الشارع كده ايه حتة لحمة في ليه كده حلوة اه بتشها كده ترميها وانت بتشها تكون في طاسة دانيا ولا ميديم ها ولا ميديم لا ميديم مين يأكل ولا ميديم لا ما في ناس بتاكل دلوقتي ناكل ولا ميديم دي اعترم سنينها ولا كم ولا كم اه فده ميديم ميديم والي يعني خلينا نتجلم ميديم على قريبة انهم عليها سوس بقى السوس شوية دقيق علي حيث الزبدة على شوية لبن كويس كويس شوية اه مشروم حال كويس وتحطّهم علي بعض بالمّشروم اه عايز بقى تحطها أحرائه شوية تحط في أغضر تقطعها تكده وترمةهاستيع home ام اديك ناكل السباييس شوية ما فكرتش وتروح رامي علي على التش على التش ما فكرتش تعمل مشروع مقرف كنت زمان حقامل مطعم طلياني في المهندسين والماء ضربت في المحل طيب الله ينور عليه